حسن احمد من انا اهلا بيك احسن ناس. اهلا بحضرتك اتفضل. النبي معاند البشر مواردين عالكيمة وعلى الاسم دي بتاع في البحر. من يوم اتنين وعشرين خمسة مواردين فلوش لحد اللي لما جات ناشة. مركز ايه في انا? مركز ابو اشت باشة. ابو اشت الجمعية اسمه ايه? جمعية الاوسط سامهود. الايه? جمعية الاوسط سامهود. تمام. اه. عشرين خمسة. هو رد عليك ايه مدير الجمعية? جالوا ان يوم خمستاشر سبعة. اه. يعني هو كده بيتابع وعنده معاد خمستاشر سبعة. والله الله اعلم عنده معاد مهندوش معاد دي ما انا. هنكلم بطير لزرعة الزراعة وهنكلم مدير التعاون والزراعة دلوقتي نعرف علشان نبقى متأكدين وانتو انت مربوط السماد مربوط بمنوبة الري. يعني انت النهاردة لو جالك السماد ومعندكش مية ما بتعرفش ضيفه. قاعد مستني لغاية المناوبة التانية. او الناس تبتدي تشتكي تقولك المية ما بيجيش هو المية جات بس المناوبة خلص والسماد جيه وعازين نسمد. فلازم الاتنين ابقوا مع بعض. ده صح مع البشر. صح. وانا بشكرك وحنتابع عنايا حاجة حسن. حاجة حسن احمد من انا بيقولك السماد دفعين حقه من اتنين وعشرين خمسة. احنا بنشغل في ظروف صعبة على فكرة برضو. يعني اه والمسؤولين عن تقديم الخدمة بيشتغلوا في ظروف صعبة. خلي بالكم احنا بنتكلم وعندنا امل وحماس وبنتصل بالمسؤولين وبنشتغل في ظل جائحة كورونا. في ظل خطر بيهدد حياة الانسان مش صحته. فبرضو انا عايز يعني المزارع عنده كل الحق. عندك كل الحق ان انت يبقى عندك مستنزمات انتاجك. لان انت شقيان. في عز الحر ده وفي عز جائحة كورونا انت شقيان وبتشتغل وبتتعب في قربك. وفي نفس الوقت لو جينا من زاوية اخرى مدير الجامعية ومدير التعاون وخدماتهم المعاونة هو برضو بيشتغل في جائحة كورونا. هو عنده ظروف. المصنع نفسه اللي فيه الاسمدة. والعامل السواء اللي بيجيب العربية النقل اللي محملة بالاسمدة. فالناس اللي كلها بتتعب.